أهلا بكم من جديد في إطار الاحتفال بذكرى إعلان دستور دولة الكويت نظمت إدارة الإعلام في الأمان العامة لمجلس الأمة معرضاً إعلامياً ثقافياً في مجمع الأذينيوز ويتضمن المعرض الكثير من الإصدارات التوثيقية والبحثية والإعلامية التي تعكس جهد قطاعات الأمانة العامة المختلفة ذكرى إعلان دستور دولة الكويت مناسبة وطنية يحتفل بها الكويتيون منذ 52 عاماً ذكرى تحييها الأمانة العامة لمجلس الأمة بمعرض إعلامي توجهي بهدف ترسيخ أسس الدستور والتأكيد على استمراريته تحت عنوان الدستور باقن نحتفل لتحتفل الأمانة العامة كعادتها السنوية في ذكرى 52 سنة على الدستور في قامة المعارض وتوزيع الكتب وتوعية الطلبة وفي إطار ترسيخ دستور الدولة لدى الجيل الجديد أطلقت الأمانة العامة لمجلس الأمة في المعرض مصابقة خاصة بإصدار الدستور للفئة العمرية من 14 إلى 30 عاماً عبر الموقع الرسمي لمجلس الأمة ومن أحد وسائل التحفيز لنا للطلبة أن نأخذهم لزيارة المعارض الخاصة بهذه المسابقة مثل مسابقة الدستور فعندما وصل لنا الخبر من خلال تويتر من كونه بأن المجلس ينوي قيام بمعرض لمجلس الأمة في مجمع الأفنيوز حرصنا أن نأخذ الطلبة لتعرفون على المجلس من هذا المعرض هو الذي كفى الحريات المجتمع في الكويت هو الذي ساوى بين أفراد المجتمع لن يوجد دولة مدنية دولة متكاملة نشر الروح الوطنية والتعريف بنظام الدولة السياسي في الكويت يعتبره المواطنون واجب وطني ينتقل من الآباء إلى الأبناء والأحفاد هذا تعني الكلب الجيل هذا وجيل الماضي وجيل الحاضر لازم يعرف دستور بلده لازم يعرف عيانه دستور شرور الفقرات ما نتوقل المعرض يستمر إلى التاسع والعشرين من الشهر الجاري فيما المسابقة تستمر حتى الخامس والعشرين منه معرض أعلامي ثقافي يعكس صورة واضحة للنظام السياسي لدولة الكويت نظام تتوارثه الأجيال عبر السنين جهان حبيب تلفزيون دولة الكويت